طيب الفايدة الفاكهة عمتا في فصل الصيف وخلينا نقول كمان فصل الشتاء لأنه يعني حاجة زي البرتقان والليستفاد زي الحاجات اللي فيها فيتامين سي مهمة قوي ندخلها لجسمنا فايدة الفواكه بشكل عام لدخول الفيتامينات لجسم الإنسان قبل ما نقول فايدة الفاكهة احنا لازم نتكلم على عناصر الغذاء الخامسة من أهم عنصرين موجودين في عناصر الغذاء الخامسة الفيتامينات والأملاح المعدنية الفيتامينات والأملاح المعدنية المصدر الأساسي ليهم هو الفاكهة والخضار وبالتالي أنا لازم سواء صيف أو شتاء أو أزب على أكل الفاكهة والخضار طيب تعالوا بقى احنا بنخاطب الناس اللي هي ما بتاكلش فاكهة والخضار أو بخاطب الأطفال اللي بيغلبونا في أكل في تناول الفاكهة والخضار والحاجات اللي زي كده علشان كده أنا مضطر أن أنا أعمل لهم مزيج ما بين العصائر الخاصة بالفاكهة والخضار مع بعض بحيث يستفيد بالقيمة الغذائية للتنين مع بعض فبالتالي أنا أفضل حاجة بالنسبة لي أن أكل فاكهة والخضار في صورتها الطبيعية الخضار ممكن أكله في صورة سلطة ممكن أكله في صورة مباشرة الفاكهة نفس الكلام وده أفضل حاجة بالنسبة لنا نحن تعودنا عليها طول عمرنا ولكن مع الأجيال الجديدة في بعض الأجيال بتفقد تماما الشهية الأكل الفاكهة في صورة زجا أو الخضار في صورة زجا فبالتالي أنا أضطر ألجأ أو أتحايل على الموضوع أن أنا أبدأ أعمل لهم عصير في صورة شهية يقدروا أنهم يتناولوا ويدون جزء كبير من الأرض بتاع اليوم أو من القيمة الغذائية بتاعة الفاكهة والخضار ده ترجمة نانسي قنقر